فجأة ودون سابق انذار اصدر محافظ صلاح الدين قرارا بمصادرة اراضي الفقراء الزراعية في قضاء الضلوعية تلك الاراضي التي ورثوها من ابائهم واجدادهم بحجة توسيع التصميم الاساسي للقضاء وانشاء مشاريع عمرانية وخدمية تروم جهات سياسية اعتماده والمباشرة به قريبا هذا الاقتطاع الذي طال اراضي بعينها دون غيرها اثار سخط العشائر ورفضهم الشديد له مصممين على الدفاع عن اراضيهم بكل قوة اكدار قبل اليوم على المواطن كان اكدار وكان اكدو توسع من ثلاث جوانب يعني توسع المصحي اعترضت المواطنين والعشائر واشيخ العشائر والمواطنين وكانت المتضررة من هذا الموضوع عشيرة البجواري وعشيرة قسج وبر الساعد والبنفرج فاعترضنا وقدمنا طلبات ونادينا كل الحكومة المسؤولين احنا نحتاج ونقف وما نوافق هذا التصميم هو بي اجحاف للمنطقة فنطالب المحافظة والمسؤولين بالعدول عن هذا الرأي طالبنا من قنالهم هذا لا نقبل به ولا نقبل بهذا التصميم لان هذا بي ضرر للمنطقة فنطالب بتصميم غيره اكوعدنا قاع عليهم ان ياخذون هناك التصميم هذا التصميم يعدى المنطقة مسؤول محافظة صلاح الدين اكدوا ان الاعتراضات جاءت كون الاراضي المقتطعة لا يمكن تضمينها التصميم نحن اليوم الى قضاء الضلوعية بناء على توجهات السيد المحاضب بتشكيل لجنة برأستنا وعضوية مدراء البلديات والدوارق القطاعية بخصوص توسيع التصميم الاساس لمدينة الضلوعية والذي للأسف لاقى الكثير من الاعتراضات نتيجة لتشويه وضع المشروع كثير من المناطق لا يمكن بها توزيع قضاء من اراضي على المستحقين من شهداء وجرحة ولا غيرها لكونها لا تنظم بها تصميم أو خارج حدود التصميم لم تنظم بها فعاليات الخدمية في القضاء الغائم من التصميم هي خدمة المواطن اهل الضلوعية اعتبروا قرار محافظ صلاح الدين اجحافا لحقوقهم مطالبين بالعدول عنه والاستعادة بتصميم اخر مؤكدين ان بعض الاراضي المصفرة هي لعائلات شهداء واخرى فقيرة لا تملك من حطام هذه الدنيا الا قطعة ارض تعتاش منها